أكد مصدر رفيع المستوى أنه تم إبلاغ كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفع الفلسطينية يضعف مصر التفاوض ويؤدي لعواقب وخمة وأضاف المصدر أن الوفد الأمنية المصرية يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة كما أكد المصدر رفيع المستوى بأن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكافة السبل الممكنة كما أضاف المصدر أن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي